السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة لايكات اشتراكات تعليقات كي تعم الفائدات كما العادة الموضوع دينا ديال اليوم هو إدارة الفيسبوك التي قررت إغلاق صفحات الحموشي أو صفحات المخابرات المغربية التي تقوم بحاملات ممنهجة للإشادة بالعمل البوليسي وحملات ممنهجة للإشادة بالملكي محمد السادس واش الكلام ديالي فيه شي مبالغة لا لأن محمد السادس واسم الشييد بالعمل البوليسي جاء حرفيا وبالكلمة في هذه البلاغات كما تنقلتها العديد من وسائل الإعلام الغربية لكن وسائل الإعلام المغربية نقلت الخبر لكن حرفت فيه قليلا نشوف وحدة من الجرائد المغربية التي نقلت الخبر بسبب حملات منظمة للتلاعب بالرأي العام يعني الخبر أصلا ماشي كذب منقول في العديد من الصفحات أو المواقع المغربية يعني باش نكونوا واضحين لأن بزاف الناس يتهموننا باختلاق الأخبار في كل خبر بالرغم من أنه بدغطة زر ممكن أنه يتأكد من هذا الخبر واش كاين ولا ما كاينش ولا بمجرد تصفح المواقع الإلكترونية المغربية بلا ما تمشي الأجنبية ستلقى على الأقل العنوان البارز أن هناك إغلاق لعدة صفحات مغربية أو حسابات مغربية بسبب حملات منظمة لكن ما جاء في آخر الخبر المغربي الطريقة باش نقوله الأول يتمثل في الحملات الزائفة ولكن ضافلها غير الحكومية يعني هذه الحملات هذي يقوم بها أشخاص لا عندهمش علاقة بالحكومة لا عندهمش علاقة بالدولة لا عندهمش علاقة بالبوليس لكن عندما نذهب إلى الفيسبوك أو الجرائد الأجنبية وكيف تم نقل الخبر فيسبوك تحذف حسابات وصفحات مضللة في عدة دول منها المغرب ومنها إيران أعلنت فيسبوك عن الكشف عن حسابات وصفحات مضللة على منصتها تستهدف التلاعب بالرأي العام يعني التلاعب بالرأي العام هي التلاعب بعقول الشعب المغربي العقل ديال الإنسان المغربي كيخلي ويمشيف واحد الاتجاه اللي هو يمدح المخابرات يمدح البوليس يمدح محمد السادس كشف فيسبوك وحدفات يعني هذا المقال يتكلموا بشكل عام لكن كان واحد الفقرة فهذا المقال هذا اللي هو من جريدة سويس انفو هي جريدة سويسرية أزلت الشركة في تقريرها الصادر في فبراير حول ما تسميه السلوك الخاطئ المنصق يعني هذه واحد الفئة من المستعملين فيسبوك محتوطة في واحد الخانة اللي كتسمى سلوك خاطئ ولكن منصق يعني كيعملوا بواحد العمل اللي هو خاطئ ولكن بواحد طريقة اللي هي منظمة كتكون من مورها أجهزة اللي هي أجهزة ديال الدولة وأغلقت تتبوابت ما إنشاؤها في المغرب الانستغرام واربعين حساب انستغرام وثلثمية وخمسة وثمانين حسابا على الفيسبوك كترجمة شوية كتشغل بالكلمات لأنها ترجمة جوجل كنحاول أن نقد هذا الشيء حسابا على مخصصة للجمهور الوطني ما يقصده بالجمهور الوطني لأن الترجمة من الإسبانية إلى العربية هو الشعب المغاربة الشعب المغربي كل هذا بعد تلقي إشعار من منظمة العفو الدولية يعني منظمة العفو الدولية قامت بإشعار فيسبوك بأن هناك العديد من الحسابات لأن هذه الحسابات الوهمية مني كتمشي كتدير شي حاملات يعني كتكون موجهة كيدي عندهم صفحات كيوجهوا بعض الرسائل للشعب المغربي باش كيوجهوا فاحد الاتجاه وأيضا يعملون في التعاليق يدخلوا حتى الصفحات مثلا دي المنظمات العفو الدولية فاش كيجيوا كيهضروا لك مثلا عن المعطي منجيب على عمر الراضي وكيحطوا صور ديالهم وكيقولوا بأنهم تم اعتقالهم تاسفيا فكيهجموا لهم العديد من التعاليق التي تمدحوا في محمد السادس رك عارفين ذلك التعاليق ديال العيشة فيما كتدخل كتلقى العديد من الحسابات الوهمية التي لا يمكن التعرف على أصحابها ودائما كتلقا كيحط لك عشرين ثلاثين تعاليق وكل هاتصور ديال الماليك كيكون سب في المغاربة في الأحرار أو سب في الجزائريين فتم التبليغ عن هذه الحسابات التي تحاول توجيه الرأي العام النمط الذي تتبعه هذه الحسابات المحدوفة هو مؤيد للحكومة مؤيد للحكومة بشكل أساسي فهي تشيد بالستراتيجية الرسمية في مواجهة جائحة كوفيد هذه هي واحدة من الأعمال ديالها يعني كيقول لك أن الأسلوب الذي تتبعه المغرب وذيك الستراتيجية والاستباقية والكاذب وهذا على عباد الله بالرغم من أننا أن نشفنا استراتيجية من الأول ديالها هي الحبس وهي الدق وهي التصرفيق وهي اعتقال المغاربة وهي تجويع المغاربة لكن كانت هناك صفحات كتقول لك أن الدولة المغربية تفوقت على العديد من الدول المتقدمة نظرا للسياسة الرشيدة والحكيمة ديال محمد السادس وقال لك وعملها الدبلوماسي وعملها الشرطي يعني عملها البوليسي وأيضا الملك محمد السادس كما قلت لكم بالحرف مذكور يعني الإشادة بالعمل البوليسي للمخزن والإشادة بمحمد السادس وسياساته بالرغم من أن المخابرات المغربية يوما بعد يوم تخرق جميع القوانين وجميع المواثيق وتنتهك حقوق جميع المغاربة بالرغم من ذلك نجد في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات التي تمدح في هذه السياسة وكتقول لك أنها نظر استباقية وحماية للوطن ونظر الاستقرار والمالك والرؤية الرشيدة والحكيمة في كثير من الأحيان كما يقول فيسبوك ينتقدون معارضي المالك فانتبه لهذه المسألة يعني أن هذه الحسابات أيضا هي مجندة ضد المعارضين ديال محمد السادس يعني أي واحد عنده قناة يوتيوب عنده صفحة في الفيسبوك يقوم بانتقاد محمد السادس ويقوم بانتقاد سياسته وفضح فساده وفضح سياسة ديال مخابرات الحموشي دياله فيتعرض لحملة منظمة من طرف هذه الحسابات الوهمية التي دائما كتحاول تبين بأن راه المغاربة مع مالكهم ومع سياسة مالكهم في حين هذه السياسات هي سياسات مخزانية هذه الحسابات هي حسابات وهمية تعمل لحساب سياسة مخزانية والإشادة بالمخزن بما في ذلك المالك وبيما في ذلك الحموشي والاستراتيجية الممنهجة ديالهم ويضيف هذا المقال وقال البيان إن العديد من الحسابات تعبر عن نفسها في وقت واحد في عدة مجموعات لتبدو أكثر شعبية يعني أن هذه الحسابات هذه كلها كتخرج في نفس الوقت وكتخرج في العديد من المجموعات وكيقوموا بالتعليقات بواحد الشكل اللي هو مكتف بشيبان أن عددهم كتير وأن عندهم شعبية لتبدو أكثر شعبية مما هي عليه بشيبان أن السياسة لامتبعها المالك والمخزن نرى عندها شعبية وعندها واحد القبول عند المغاربة فمنك تسمع أن تتم إغلاق 400 حساب هدو فقط الذين تم حضرهم فلنعلم أنك ما زال عديد من الحسابات التي لم يتم غلقها ولم يتم فحصها فهذه الحسابات المئات ديال الحسابات فكيكون وراءها مئات الأشخاص فمنك يكونوا كيخدموا بواحد الطريقة اللي هي استراتيجية ومنظمة وكيخرجوا فوقت واحد فهدو ناس خدامين بأنصالير كيتخلصوا من طرف الدولة ومن أموال الشعب كي يهاجموا مصالح الشعب كي يعني بغمانتونيو باش يخليوا ذك الشعب ناعس وباش يقديمك وهمك بأنك إن وحد الخطر قادم وأن الحل هو دائما في الالتفاف حول محمد السادس والالتفاف حول الحموشي يعني بحل لك تقول قبطنهم بهذا السياسة هذه بواحد الخيط يعني كتجي واحد لو قيتها كتبدأ كتفضع ذك السياسة ديال المخزان وكيكتر الفساد وكيكتروا الفيديوهات والناس كيتشكاوا فكيبدأوا المغاربة يستنكرون وكي نحسوا بحلها يعني قربات تنفجر الأوضاع وقربون الناس يديروا طورا وقربوا يخرجوا للشارع ففجأة كي يجي واحد الحادث فيتموا تجنيد مثل هذه الحسابات بحل لقبطنهم بشي خط فالجميع يتموا إعادته إلى جحريه من خلال هادة استراتيجية هذي ومن خلال هادة الطريقة هذي كيقول لهم عندكم يعني هادة العبارات سمعناها في العديد من المنابر عندكم الوضعية لا تسمح دبر المصلحة العليا للبلد راه الصحراء راه القرقارات راه هذا المغاربة خصومية تحدو اياه وخان تحدو ممكن تشي مشكل في الغان تحدو تحدو حول المحموشي هو الذي يدير لكم الاستقرار تحدو حول محمد السادس هو الذي يدير لكم الاستقرار إذن معمرنا سنخرجوا ومعمرنا سنلقوا واحد الحل للمشاكل دينا لأننا كلما فتضح محمد السادس وفتضح أمره كالقوا هادة الناس هادو كيخرجوا وخلقونا واحد الحادث مرة كيقول لك الدمية ديال محمد السادس في قناة الشروق مرة القرقارات مرة بوليزاريو يعني فاش خرجت القاضية ديال القرقارات وكأنك تنتقدوا سياسة لا علاقة لها بالقرقارات كنت تنتقدوا المالي كنت تنتقدوا الوضعية لا تسمح الوضع الراهين رخصنا كامل يكونوا كلمة واحدة ومع الأسف بعض ممن يدعي المعارضة حتى هو في ذلك الوقت يقول لك إلا المسألة هي مسألة وطنية وكذا وكذا فهنا منك يبلك المعارض الحقيقي من المعارض الذي ينصنص وهذه المعارضين الذي ينصنص فماشي بعيدة هما يكون المخزن المجندهم لأنه يجند فعلا أشباه المعارضين كيحاولوا يوهموك أنه راه كيعارض في حين أنه كيجمع له الناس باش في الوقت واحد الوقت معين غيقول لهم لا رخصنا إلا وقفنا ضد محمد السادس في هذا الوقت هذا فإننا نقف ضد الوطن لذلك فعلينا الاتفاف حول المالك فأي واحد كيقول لك المالك فلا يجب أن يسمي نفسه معارضا ولا يجب على المغاربة أن يسموه معارضا إضافة لهذه الحسابات الكاملة والتخربة الكاملة هذا الشيء غير معلن رسميا على أنه مجند من طرف الدولة ومن طرف المخزن ناهيك على المواقع الإلكترونية بالمئات التي تستفيد من أموال الدعم ديال أموال المغاربة كل سنة بوحد الصفة اللي هي معلنة ورسمية ناهيك أيضا على بعض الصحفيين أو بعض المدونين تابعين لهذه المنظومة ديال المخزن الرمضاني مايسا المهداوي مؤخرا والعديد منهم الذين ينتقدون الأوضاع ولوحد الجزء من الأوضاع ولكن يقول لك دائما محمد السادس هو الحل الملكية هو الحل المؤسسة يجب احترامها فالمغربي فالقرسو محصور أنه خصو فقط يسمع للأوضاع لهذا المعارضين أو شبه المعارضين ديال الدولة ديال المخزن لأنه هم اللي كيحددوك شنو هي درجة المعارضة اللي ممكن أنك تعارضها بأنك خطوط حمراء إلى هدرت عليها برغم أنها مخطوط حمراء ما تاشي حاجة إلى هدرت عليها ركت تمس بأمن الدولة وكتمس بالسيادة ديال الدولة وكتمس بكذا وكذا فهذه واحدة الدائرة مغلقة بغاونا نبقى دائما محصورين فيها فلذلك هذا الخيط اللي قلت لكم رابطينكم به كي يجركم كل مرة فعلى كل مغربي أنه يقطع ذاك الخيط كي ينطلق نحو الحرية ولا على الأقل أنه ينطلق نحو فهم الأوضاع الحقيقية ويحيد القدسية للأشخاص والقدسية للمؤسسات والقدسية التي يوهمونك بها فهذه عملية منظمة من طرف النظام المجرم من خارط فيها العديد من السياسيين النخبة الصحفيين الجرائد أدبا حتى هذه الحسابات الوهمية التي يوهموننا أنها رأى وراءها فعلا أشخاص حقيقيون وطنيون يحبون أوطانهم باش منزيتش نكتر عليكم أتوقف عند هذا الحد الأخبار هذا الخبار هذا كان في جريدة سويس أنفو باللغة الإسبانية قلبت عليه بالعربية ما لقيتها فقمت بترجمتها ترجمت الشيخي جوجل فأعطتني هذه النتيجة هذه دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم سلام